أشهر أن يلبي الزوج طلبها ولكن الزوج إذا أراد في كل ليلة أو في كل ليلتين هل لها الحق أن تمانعه؟ لا لا يجب عليها أن تمكن له هذا التمكين يجب عليها زين ومو تمكين بعد خالي يعني تمكين يعني مو تلقي بنفسها في الفراش من دون تطيب وتزيون لا لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لأمرأة أن تنام حتى لا يحل لأمرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها هي تعرض نفسها يعني هي لما تريد هذا الشيء حاجة وملحة ولابد من تحقيقها وحسن قوام الحياة الزوجية هذه القضية بس شوف الرسول شنون يرسم الخطوط العامة للعرض هذه بشكل مؤدب واللطيف وثقافة حقيقة لا يحل لأمرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تعرضين نفسها عليه شنون تعرض يا رسول الله هو يبين رسول الله يبين رسول الله قاعد يهندس للحياة السعيدة نعم عظمة عظمة أقولها لك هذا يقول حتى تعرض نفسها على زوجها يقول تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة شوفني خاولة تقول أنا أدخلها حتى في لحافة وتدخل معه في لحافة فتلزقوا فتلزقوا جلدها بجلده شوف شلون حركة فإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسها طبعا نحن ما نريد أن تتكلم لازم هذا الدكتور يجي يتكلم عن مدى طاقة الطاقة الجلدية وحساسية الجلد ودورها في أثر هذه اللذة هذا ليس شغل نعمل صحيح يعني كل واحد ليه تخصصه بس نحن تخصصنا أخلاقيات شكرا